أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلي على محمد وآله وحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عينا أبدا أرنا الطلع الرشيد والغر الحميد وكحلنا وعذرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم دعاء اليوم التاسع عشر وليلة الأشرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولن تحرمني قبول حسناته يا هاديان إلى الحق المبين ودعاء ليلة الأشرين ويومها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيك أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكين في قلوب المؤمنين دعاء مناجات الراقبين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إن كان قل زادي في المسير إليك فلقد حسنا ظني بالتوكل عليك وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك وإن كان ذنبي قد أعرضني لعقابك فقد آذنني حسن ثقتي بثوابك وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرمك وأعلائك وإن أوحش مع بيني وبينك فرط العصيان والطغيان فقد آنسني بشرى الغفران والرضوان أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك أن تحقق ظني بما أؤمله من جزيل إكرامك وجميل إنعامك في القربة منك والزلفة لديك تمت بالنظر إليك اللهم كل وليك الحجة والحسن صلواتك عليه وعلى أبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليه وحافظه وقائده وناصره ودليل معينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين كان الكلام في شهر رمضان وخصوصياته ومن خصوصياته صفات هذا الشهر في أباداته وفي خصائصه وفي المتقدمين بعبادته وهم أهل البيت عليهم السلام وذكرنا فيما مضى في مناقب الأمير روايات كثيرة وهذه الروايات التي تذكر في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام لقد ذكر منها الكثير الكثير أبناء العامة من المذاهب الأخرى لكن في رواية يذكرها أحد كبار الذين يصفونه علماء السنة الذي يصفونه علماء السنة بسيد الحفاظ أي حافظ الحديث وحافظ الحديث عندهم أو من صفاته أن يحفظ خمسين ألف حديث أو مئة ألف أو ما يزيد فالحافظ لا يقال له حافظ إلا إذا كان في بعض رواياتهم يحفظ مئة ألف حديث فالديلمي يعد سيد الحفاظ فكما أنه يروي هذه الرواية وهذه الرواية أيضا يرويها محمد بن أحمد بن سعيد وكان زيديا وكان عادلا وكان حافظا يقال أنه لمئة ألف حديث وكان يحاور في ثلثمائة ألف حديث وينقل منه أيضا رواية سنة وشيعة وأساس الحفظ للحديث هو مما رأوه من الإضاعة التي حدثت في الحديث لحديث النبوية بعضها تحرق بعضها في شن الغارات والهجوم والحروب تقصد لكي تباد ولا يبقى لهذه الأمة أو هذه الملة أو هذا البلد شيء من الثقافة التي كانوا عليها فمجموعة من المسلمين شيعة وسنة أقبلوا إلى حفظ الحديث ومنهم لما أحرقت عشرة آلاف نسخة خطية في مكتبة الشيخ الطوسي هو ومجموعة لما جاء تقروا البيك وجاء مجموعة من النواصب لاستقباله فرأوها أرضية مناسبة لإبادة الشيعة فأبادوهم وقتلوهم وتوجهوا إلى إحراق هذا التراث الهام فأحرقوها فلاذا المرحوم الشيخ الطوسي ومن معه من طلابه والعلماء بقبر أمير المؤمنين عليه السلام والحديث طويل في هذا الباب فقالوا أين الكتاب الذين استند إليها أو أين الرواية أين الكذا فقال لهم كله موجود في صدري يعني أنا حافظ هذه الأحاديث وهذه الكتب كلها فمجموعة من الشيعة ومن أبناء العامة توجهوا إلى حفظ هذه الروايات لكي لا تضيع وشمس الدين الذهبي وهو من كبار أئمة المذاهب الأخرى له كتاب تذكرة الحفاظ تذكرة الحفاظ هؤلاء الحفاظ من الحديث يقول يقولون وهو هذا أيضا يقول إن الديلمي كان سيد الحفاظ والخطيب الخوارزمي الذي كان عالما وله ثقله ووزنه العلمي ولا يعطي أحدا صفة أو لقبا إلا إذا كان أهلا فهو يقول عن هذا الديلمي يقول أخبرنا سيد الحفاظ ماذا نريد أن نقول ولماذا نريد أن نقول هذه الرواية جاءت من هكذا شخص من شخص في هذه الصفات الرواية يذكرها الديلمي في كتابه فردوس الأخلاق والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن عساكر في مدينة دمشق والترمذ في السنن وشمس الدين الذهب في ميزان الاعتدال يرون هذه الرواية يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها يا علي إذا كان أحدا يعمر عمر نوح وعمر نوح في كلام كم عمر نوح بس النبوة مالت ألف سنة إلا خمسين عاما يعني تسعمائة وخمسين سنة بس نبوتة كانت فلهذا يقولون في عمره سلام الله عليه ألفين سنة إلى خمسة آلاف سنة من المعمرين من الأنبياء كان نوح عليه السلام ويبلغ المدى أعلى خمسة آلاف سنة أدناه ألفين سنة النبوة تسعمائة وخمسين سنة يقول النبي لو كان الإنسان له عمر نوح وصام هذا العمر بأكمله كل نهار من هذا العمر وصلى وأحيا ليله وزار مكة حافيا في كل عام وله مال كجبل أحد تصدق به في سبيل الله ويستشهد بين الصفا والمروة الحديث جدا دقيقا الرواية جدا لطيفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره رئيس الحفاظ سيد الحفاظ للحديث وينقله مجموعة من علماء أبناء السنة يقول إن كان ليله قائما ونهاره صائما بهذا العمر الطويل ومتصدقا بمال يبلغ مداهك جبل أحد في سبيل الله ويزور مكة في كل سنة ماشيا ويستشهد بين الصفا والمروة لو لا ولايتك يا علي فلم يشم رائحة الجنة رائحة الجنة لم تبلغ هذا الإنسان في هذه العبادات وفي هذا العطاء وهذا الحديث قلنا يرويه أهل السنة والسيد الحفاظ وعنده من الأحاديث الصحيحة هذا الدليل من الأدلة التي يدل على أهمية الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام والمحبة له ولدينا لطيف أنه كل عمل لا يقبل وكل عبادة لا تقبل إلا بالولاية لكنما الولاية لا يشترط فيها أنها تقبل بشرط العمل ويضربون المثل علماء لهذا يقولون لو دخل علينا الآن كافر أو مسيحي أو يهودي واستبصر وأسلم لكن من بعد ساعة حدث له حادث ومات فلم يصلي ركعة ولم يصوم يوما هل مفيد هذه الشهادتين هل الإقرار بالإسلام يقولون نعم جميع العلماء علماؤنا يقولون جميع علمائنا يقولون نعم فإنه من أهل الجنة ولهذه الولاية ولهذه المحبة والهداية كان يبذل كثير فالإمام السجاد عليه السلام يعطي ويهدي للفرسدق في أبياته يقول لما أعطاه أغناه بحيث أن الفرسدق لم يحتاج طيلة عمره الذي عاشه لصرف أو لعمل لأنه الإمام سلام الله عليه أعطاه الهدية في أبياته وهذا الذي تعرف البطحاء وطأته يقول لما أعطاه فلم يحتاج إلى عمل حتى يمون نفسه بل هذه العطية كفته إلى آخر عمره كان يصرف منها فيجب علينا أن نتعلم هذه الولاية وهذه الإمامة وكيف نتعامل وكيف نحب وكيف نسير بها ومن جملة القصص الواردة يقولون في حرب أحد لما كانت الحرب فكان يهوديا واقف على رأس الجبل وهو ينظر حتى رأى المسلمين تخلوا عن رسول الله وأخذوا يهربون ولم يبق معه إلا علي وقلة قليلة يقول لما رأى ذلك انكسر قلبه على ما يرى وعدم نصرة النبي ومن عدم نصرة النبي وأنه لم يبلغ العدد الذي يدافع على عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كعدد أصابع اليد فنزل وأسلم وأخذ يحارب ويذب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط قتيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اليهودي لم يصلي ركعة ولم يصوم يوما ولكنه دخل الجنة وفي رواية يروع عن واحد اسمه محزيق أو مخريق كان من تجار اليهود لما دخل المدينة قال لقد سمعته وكان فيه سفر لقد سمعته أن رسولا أتى وإنه يقول بما تقول التوراة ويقول بما بشر به موسى عليه السلام قالوا نعم والآن هو ذهب إلى حرب أحد فجاء فسلم على النبي وسأله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدي كيف أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم أهد العوالي البساتين السبعة التي كانت أيضا من ضمن فدك للسيدة الزهراء أعطاها للنبي كهدية ثم قال يا رسول الله ماذا أصنع قال الآن ليس بوقت صلاة وليس بوقت الصيام قال إذن ما هو العمل الآن قال الآن الجهاد عندنا قال أفي أن أجاهد بين يديك أذبعا قال نعم فأخذ سيفا وأخذ يجول في الميدان حتى قتل وقتل يقول هذه المقولة الشهيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن محزيق من أهل الجنة وإن لم يصلي ركعتين فالمحبة والولاية لرسول الله ولآل الرسول هي الأساس في العبادات وفي القبول وفي دخول الجنة وإلا العبادات هذه حتى هذه العبادات لو كان الرجل يصلي ويصوم فلا تنفعه إن لم تكن يقول كان عابد من العباد دائما يدعو اللهم وكان من أهل العبادات والمواظب على العبادة كان يقول اللهم عاملني بعدلك بدل ما يقول عاملني بفضلك يقول عاملني بعدلك لأنه أنا لم أخطأ زيان ولا تعاملني بعفوك يقول رأى منام رؤيا حتى أنه رأى نفسه ميتا وعرض على الحساب صارت المحاسبة إلى فقالوا له لقد آذيت ذبابة وهذا الأذى يكلفك اليوم هنا ثلاثة آلاف سنة أن تبقى في هذا الموقف أو في ذاك الموقف ففاق من نومته وهو خائفا معتذرا قائلا اللهم عاملني بفضلك ففضل الله هو الذي نبتقيه من ولاية محمد وآل محمد وفضل الله لا يكون إلا بولايتهم عليهم السلام المرحوم سيد أحمد الخنصاري هذا الإنسان العجيب الذي يقولون في تشيعه وأنا حضرت تشيعه في قوم المقدسة والآن قبره وقبر العلامة طبطباء صاحب الميزان في حرم السيدة المعصومة حد بعض مع بعض فيقولون هذا الإنسان صلى صلاة عمره شقد مثلا كان عمره فقضى صلاته مرتين في عمره الشريف ثم لما مات أيضا أوصى أن يستأجر للصلاة لعمره كله عمره كان فوق السبعين قريبا الثمانين فإذا الإنسان يشيل سنين التكليف قبل التكليف خمسة عاش سنة فأراد تقريبا بالسبعين سنة أو أكثر أن يصلى له فالسيد المرحوم السيد رضا الصدر أخو السيد الإمام موسى الصدر يقول لقد حضر في تشييع سيد أحمد الخنصاري أو رؤية الإمام ممن رأى رؤية الإمام في تشييعه أو حضر الإمام في تشييعه والإنسان لا يعتمد على أعماله على عبادته على صلاةه على صيامه لأنها بوحدها لا تدخل الإنسان جنة ولا تبعده عن نار إذن الولاية والمحبة هي النجاة ولاية محمد وآل محمد ولاية أمير المؤمنين هي النجاة فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حب علي وجاء هذا الدور المحبة والولاية لعلي وما صرحت به الرواية وصرح به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول حب علي حسن لا يضر معها سيئة فخير العمل ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وأفضل الأعمال ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام والبغض هو الذي يبعد الإنسان عن الخير ولا تقبل الأعمال في بغضه إذا كان بغضا لعلي بن أبي طالب عليه السلام فحب علي حسن لا يضر معها سيئة وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مر فيغرس الله له شجر في الجنة قال رجل يا رسول الله إذا كان كذلك فلدينا أشجار كثيرة في الجنة فقال بشرط أن لا تبعثوا نارا تحرقها قال يا رسول الله وما هي النار قال صلى الله عليه وسلم غيبة الناس الغيبة هي النار التي تحرق كل هذه الأشجار المقروسة لك في الجنة وزم أخشري له في تفسير الكشاف وفي كتاب آخر يدلي به عن تعريف بعض الكلمات التي جاءت في القرآن والحديث في مادة عصى يروي رواية جدا ملفتة وجدا عجيبة بحيث أنه هذه الرواية تذهل وينذهل المستمع حينما يسمعها وحينما يسمعها ويقول كيف هذا لهذا يقول الزمخشري ويروي هذه الرواية يقول عن الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم عن الله يقول لأدخل الجنة من أحب علي وإن عصاني ولأدخل النار من عصى علي وإن أطاعني يعني المدار هنا أصيان علي وإطاعة علي حب علي وبغض علي فبغض علي كفر محض وإطاعته إيمان وحتى في الروايات أن المحب لهم والحامل لولايتهم لا يجوز التبر منه حتى لو كان فاسقا حتى لو كان يحملوا بعض المفاسد الأخلاقية كما عن الصادق عليه السلام قيل له يا ابن رسول الله إن كان أحد يشرب الخامر فهل يجوز التبر منه فقال عليه السلام تبر من عمله لا منه يعني التبر يكون من عمله لأن العمل لا يناسب وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل لمحبة علي فائدة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفهمه أن الأمر ثقيل ومهم كثير قال دعني أسأل جبرايل وسأل جبرايل هل أن محبة علي فيها فائدة للمحب قال جبرايل دعني أسأل إسرافيل وإسرافيل قال لأسأل الله فقال الله تعالى يا رسول الله إن محب علي عندي عزيز كما أن عندك علي عزيز يعني محب علي عزته عند الله كمعزة علي في قلب رسول الله وهذه الرواية تنقل في كتب الحديث والأخبار وهي سك العبور عبور الصراط العبور على الصراط من النار لهذا يقول الله سبحانه وتعالى لردوان صاحب الجنان زين الجنة ولخازن النيران لخازن مالك النيران يقول أجد جهنم وينصب جسر الصراط والميزان والعدل الإلهي ثم يقول أدعو محبي علي يدخل الجنة ثم يقول لكل شيء جواز وجواز الصراط هذا حب علي ابن أبي طالب عليه السلام وطبعا المحبة لحالها ما تكفي المحبة تحتاج إلى أنه الإنسان يكون سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم يحتاج إلى وتيرتين التولي والتبر أن يتولى المحبين ويتبر من الأعداء ونر الكثير من العلماء لربما حتى من الخواص وقع في هذا الشرك وخبطوا كثيرا من الخواص ومن العوام ونرى الكثير من هؤلاء أنه أنكروا حتى الغدير وأنكروا البراء من الأعداء حتى من ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين عليه السلام ويقول العلام الأمين ما كفاهم ما اتهموه ورموه بالاتهام وأهانوا وتجاسروا عليه حتى ذهبوا إلى أبيه ذهبوا إلى أبي طالب عليه السلام فأنالوا منه واتهموه بالكفر والإسلام والحكم الإسلامي يقول إن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجها فيأمر النبي صلى الله عليه عليه وسلم بانفصالها منه دون طلاق وهذه الآيات والروايات جاءت وكان النبي قبل هجرته وفاطمة بنت أسد كتب الجميع عنها أنها أسلمت وكانت مع زوجها أبي طالب ولم يأمر النبي بانفصالها وذلك الدليل على أنه ما كان كافرا ثم يقول القرآن الكريم ويأمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن لا يحب الكفار ولا يحب المشركين الشيء الآخر أنه حينما نرى يدفن عمه أبا طالب عليه السلام لقد صلى على جنازته ومشى وشيع عمه جنازة عمه أبي طالب وبكى وأظهر المحبة والقرآن ينهي ونهيه عن حب المشركين والكفار مشهود ومعروف ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي في جنازة في تشييع الجنازة لأبي طالب يقول لو لا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقال فإن لم يكن أبو طالب وعلي لما بقى أثر للإسلام وبالأسف الشديد نرى بدل ما أن نأتي ونطالح كما يقول المرحوم العلام الأميني يقول إن لي وقفة في يوم القيامة مع هؤلاء الذين أشغلوني من أن أكتب في فضائل علي وأبيه وأهل البيت شغلوني بأن أكتب دفاعا وأثبت شيئا قاله الله ورسوله كما في القدير يقول أنا لأشكونا الأمة لأشكونا العلماء في يوم القيامة وهذا جدا كبير وهو حتى لما كتب الغدير وابتعد بس إلى الظاهر الهند ذهب أكثر من خمس ست سنين مرة واحدة فزار مكاتبها مكتباتها الموجودة واستخرج العناوين والمصادر وأودعها في كتابه المعروف بكتاب الغدير حتى لما طبع الغدير أمر بقتله فالمرحوم السيد البروجردي قام وردع هذه الفتوى بفتوى مهددا لمن يريد الإساءة إلى المرحوم العلامة الأمينة وترى رقم ما كانوا عليه من الحقد لعلي ابن أبي طالب عليه السلام كما نرى للآلوسي في تفسير روح المعاني وهو من الذين عادوا مذهب أهل البيت والتشيع لكن مع هذا الحقد ومع هذا العداء الذي عنده تراه حينما يأتي إلى أمير المؤمنين وولادته يقول وَلَقَدْ 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 السَّيْلَ وَهَدْ وَهَدْدَمْهَا فَلَمَّا بَنَوْهَا من الذهب والفضة وبقى أثره إلى يومنا هذا وهو محل انشقاق الجدار لفاطمة بنت أسد لتدخل وتلد في بيت الله وبيت الرحمة الكعبة المشرفة اليوم لا يوجد مسلم إلا ويكون مستقبلاً الكعبة في عبادته لله في صلاته لله وذلك المكان الذي يستقبله هو مولد أمير المؤمنين عليه السلام وكلما كان الإنسان في ولايته في محبته في ولائه لأهل البيت يكون مقروناً هذا الحب وهذا الولاء بالحمل فله الأثر الأوفى والحظ الأكبر في يوم القيامة لنجاته من جهنم هو نار يوم القيامة إذن فمحبة علي بن أبي طالب عليه السلام هي الأصل وهي التي تكون جوازاً لنا على الصراط وهي التي تكون صحة العبادات بها إن لم تقبل لا يقبل عمل وإن قبلت تقبل الأعمال بأجمعها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين ومن الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام فهذه أيام استشهاد أمير المؤمنين واليوم التاسع عشر والليلة العشرين من مستحباتنا كموالين كمحبين أن نشترك في مجالس العزاء وأن نظهر العزاء لصاحب العصر والزمان عليه السلام باستشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه إما الذهاب إلى المجالس إما الاستماع إلى المجالس وأهل المجرة كيف ما يقدر الإنسان فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع بسم الله الرحمن الرحيم يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخال ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفة يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل له يا أنيس من لا أنيس له يا رحم من لا رحم له يا صاحب من لا صاحب له سبحانك يا لا إله إلا أنت ألغوث ألغوث خلصنا من النار يا رب يا كافي من استكفاه يا هادي من استهداه يا كالي من استكلاه يا راعي من استرعاه يا شافي من استشفاه يا قاضي من استغضاه يا مغني من استغناء يا موفي من استوفاه يا مقوي من استقواه يا ولي من استولاه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صديق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا سامق سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة إلى روضة شهدان أماما تعالى الولاية رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوق بالصلاة على محمد وعلي محمد اللهم صلي على محمد وعلي محمد بسم الله الرحمن